اشتركوا في القناة يمارسون ما شاو وسمعنا انهم قاموا بشراء حوالي 13 دلم في منطقة المزار الثمن الذي من اجله طلب حتى نشتري 400 الف اذا هو يبنى لهدف والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا فهذه القبور تقام عندها الطقوس الشركية من دعاء غير الله والصلاة لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى فاذا ذهب توحيدنا ماذا بقي لنا هل نريد ان يأتينا الشيعة باسم السياحة الدينية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم اعزائي مشاهدي ومستمعي قناة الحقيقة الدولية اهلا ومرحبا بكم مع هذا التقرير الميداني في لواء المزار الجنوبي نحن حاليا نتواجد في لواء المزار الجنوبي امام مجموعة من المشايخ مشايخ الدين وكذلك من ابناء البلدة وذلك لتأكيد اعتراضهم على احدى المباني في هذا اللواء والذي كما يقال او سمعنا منهم انه يعود الى البهرة الشيعة هذا المبنى يعني انشأ منذ فترة حيث قامت الحقيقة الدولية بتغطية مباشرة حول هذا الموضوع وتم ايقافه لمدة ست شهور الا ان العمل والبناء عيد من جديد مما سبب نوع من ردود الفعل لدى المواطنين ولدى المشايخ لالقاء الضوء حول هذا المشروع نستضيف مجموعة من هذه الوجوء الخيرة للحديث حوله اول ما نلتقي نلتقي مع احد ابناء هذه البلدة ليكلمنا عن هذا البناء والذي عصره منذ بدأته لغاية هذه اللحظة نتعرف عليك سيدي سميح بركاتة الطرعونة سكان المزار الجنوبي سيدي تحكينا باجاز حول المشروع وما هي الغاية منه كما تعرف انت بسم الله الرحمن الرحيم بداية اشكر فريق الحقيقة الدولية قبل ذلك قبل الحديث عن البناء الحديث عن موضوع زيارات الشيعة الى مقام سيدنا جعفر زياراتهم منذ حوالي عشر سنوات او اكثر فكانوا يأتون زائرين نحترمهم بكل احترام يزورون يصلون يمارسون ما شاو هذه مدة حوالي عشر سنوات او اكثر اتفاجأنا قبل سنة او سنتين بشراء هذا او حتى البناء هذا البناء الذئة خلفنا هنا اشتروا كمكان ضابط ارتباط لهم هنا ثم اتفاجأنا بشراء المنطقة هذه الارض ثم البناء هذا البناء اقل ما يقال عنه احنا كاهل بتكلم باسم سكان مدينة المزار تحديدا اقل ما يقال عنه انه مشبوه بحيث المساحة والمكان فنحن سكان مدينة المزار تحديدا نرحب باي زائر يأتي الى الاردن وخاصة الى مقام سيدنا جعفر فاهلا بهم وسهلا زوار كرام نرحب باي زائر اي سائح ولكن السائح او الزائر الذي يريد ان يشوه عقيدتنا وايضا يحاول ان يهدد امن بلدنا كما نشعر من هذا البناء فاننا نقول هذا البناء غير مقبول في مدينة المزار هذا رأي سكان مدينة المزار سيدي تحدث بداية حديثك انه هذا البناء مشبوه وضح لي كيف مشبوه يعني هل هو نزل هل هو حسينية لممارسة طقوسهم ارجو توضيح كلمة مشبوه لغاية الان لا نعرف ما هي هذا البناء اهو حسينية اما مساحته مكانه الثمن الذي من اجله طلب حتى نشتري اربعمائة الف اذا هو يبنى لهدف نحن لا نعرفه فانا بتكلم با اكرر باسم سكان مدينة المزار هذا البناء يهدد عقيدتنا هذا البناء يهدد امن بلدنا ونحن لسنا بحاجة الى تهديد لامن بلدنا اكثر من ما نسمع وكما قال جلالة الملك حيث حذر من الهنال الشيعي فايضا لواء المزار وثم وسكان المزار ثم محافظة الكرك كتبنا عريضة فرفعناها الى مقام صاحب الجلالة موقعة من حوالي خمسمائة من سكان خمسمائة شخص من سكان المزار رفعناها لجلالة حتى يعلم الجميع ان هذا السكان وهؤلاء غير مقبولين لدينا كسكان يهدد عقيدتنا وام بلدنا اما كزوار فنحن نرحب به شكرا الى كسيدي ننضم الى الناطق الاعلامي لهذه المجموعة بداية نتعرف على عليك شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نرحب بقناة الحقيقة التي تريد ان تجري الموقف وتوضح الامر الى اهلنا في الكرك بداية وخاصة ثم في الاردن بشكل عام وفي الوطن العربي والعالم الاسلامي بشكل عام واكبر من ذلك انا عوض صالح المعايطة الناطق الاعلامي باسم الاية الشعبية لمقاومة التشيع في منطقة المزار من فضل الله عز وجل تداعى مجموعة من الاخوة المشايخ في هذه المنطقة الكريمة الطيبة بسبب وجود الخطر الذي داهمنا من هؤلاء الشيعة وعلى رأس طائفة البهرة الى تشكيل الهيئة الشعبية لمقاومة التشيع هذه الهيئة لها اهداف واضحة بداية قمنا بتشكيل هيئة ادارية للهيئة وقمنا بتسجيلها في مدنية التنمية الاجتماعية في منطقة المزار وتم رفع كتاب الى وزارة التنمية الاجتماعية ومن فضل الله عز وجل قبل قليل قمت باتصال مع مدير التنمية الاجتماعية واخبرني وبشرني بانه تمت الموافقة الرسمية من قبل الوزارة على هذه الهيئة وهي باسم عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هذا العمل الرسمي الذي قمنا به من اجل ان نحصل على كيان رسمي لنستطيع به من بعده ان ننطلق الى خارج الاردن وداخلها من اجل جمع التبرعات من اجل ان نستطيع ان امكن ذلك لشراء هذا المبنى لكن تداول الاخوة في الهيئة الادارية هذا الامر وقلنا على انه اذا تم جمع مبلغ معين وشراء هذا المبنى فقد يقوموا ببناء مبنى اخر وسمعنا انهم قاموا بشراء حوالي 13 دلم في منطقة المزار فاذا ما تم شراء هذا المبنى فقد يقوموا ببناء مبنى اخر لذلك نحن الآن غيرنا الفكرة على ان نقوم بوقف هذا البناء من اساسه لان هذا البناء حتى وان تم اخذ تصريح رسمي من البلدية ومن الموافقات والاجراءات الادارية والقانونية على هذا البناء الا ان هذا البناء ونحن نعلم يقينا على ان له اهداف اخرى بوضع قدم لهم من المد الشيعي في هذه المنطقة شيخ عوض ممكن اذا عندك الطلاع يعني ممكن تحدثنا قديش مساحة هذا البناء وكم عدد الطوابق هذا البناء كما علمنا مساحة اول شي خمس طوابق كل طابق معدل الف متر مربع يعني خمس الاف متر مربع الا قليل هذا البناء وهذا البناء على حجم هذه المدينة الصغيرة يعتبر امر مشبوه فيعني حتى وان كان فندق مستوى محاوظة الكرة الكاملة يوجد فيها فندقين عدد غرفين لا يتجاوز عشرين غرفة لكن هذا البناء خمس الاف متر دلالة على انه يبنى لمآرب اخرى ولسنوات طويلة فمن هذا الاساس شعرنا بهذا الخطر طيب شيخ احنا سمعنا من مصادر اخرى بان صاحب هذا البناء الذي يقوم بهذا البناء هو مستثمر في السياحة يقوم بجلب البهرة الى منطقة المزار وعادتهم الى عمان ومن ثم جلبهم في اليوم الاخر الى مدينة المزار هل من المحتمل ان يكون هذا سكن للبهرة بدلا من الذهاب والاياب اليومي والتكاليف الباهظة من خلال طلعنا على الامور ومن خلال تحري الدقة في هذا الامر وجدنا على انه في بعض الاحيان كان يقوم باستئجار عدة مباني في منطقة المزار وهو كمستثمر سياحي يريد ان يستثمر هذا الامر وتعود عليه الارباح المادية فقام بشراء هذه الارض بجانب هذا القصر الذي يعرف في منطقة المزار باسم قصر البهرة وهذا البناء وهذا المستأجار كان منذ اكثر من خمسة عشر عاما وكما سمعنا ومن عظمة لسانه صاحب هذه الشركة ولا نريد ان نذكر اسمه حتى عسى الله عز جل ان يجعل في قلبه المخافة لا نريد ان نشهر به ولكن اذا تمادى في ذلك فنحن مش بس تشهير سنقوم باجراءات اخرى غير التشهير فبعد ذلك تمادى في ذلك وقام بشراء هذه القطعة وتم البناء عليها لتكون استثماراته وربحه مضاعف عم بدل من ان يستأجر ابنية اخرى في المقابل شكرا الى الشيخ عوض نأخذ رأي الشرع في هذا الموضوع يعطيك العافية حافظك الله نتعرف عليك أخوكم في الله زكي الصعوب شيخ زكي ما هو رأي الشرع في هذا الموضوع وماذا لديك لتقوله لأبناء لواء المزار او الى المسؤولين في الحكومة الاردنية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وسلم تسليما كثيرا وثني على ما ذكره أخي الشيخ عوض من الترحيب الكثير بقناة الحقيقة وأقول جزاكم الله خيرا على تناولكم لهذا الأمر واهتمامكم الشديد فيه وأما من ناحية الشرعية فأقول قبل ذلك والأمن والتلاحم ووحدة الصف ولا يوجد بيننا فتنة طائفية تزعزع وتخلخل هذا الصف ونرى في البلدان التي حولنا عندما يكون هناك فتنة طائفية ترق الدماء وتنتهك الأعراض ويزول الحكم ويهجر الناس ونحن لا نريد أن يحدث مثل هذا لبلدنا فهؤلاء الرافضة الذين جاءوا الرافضة البهر على وجه الخصوص ليضعوا له في مدينتنا وفي محافظتنا لينطلقوا من خلاله ويلتفوا على القانون بإسم مبنى سكني ثم الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله لأمر عظيم وهو دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه علي أن علي رضي الله عنه بعث أحد عماله قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تصورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا فهذه القبور تقام عندها الطقوس الشركية من دعاء غير الله والصلاة لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى فإذا ذهب توحيدنا ماذا بقي لنا هل نريد أن يأتينا الشيعة باسم السياحة الدينية الرزق على الله سبحانه وتعالى وليس على الرافضة لا نريد منه مساعدة ولا يريد أن يحلوا بيننا والله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فالرزق على الله الله سبحانه وتعالى أمرنا بإفراده بالعبودية ووعدنا بالرزق فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن عصينا الله وأشركنا بالله من يضمن لنا أن هؤلاء الشيعة الذين يأتون إلى ديارنا أنهم سيبثون سمومهم في المستقبل كما فعلوا في كثير من ديار المسلمين هل نصمت ونسكت حتى نرى أبناءنا يشركون بالله ويدعون غير الله هل نصمت ونسكت حتى نرى أبناءنا يلعنون أبا بكر رضي الله عنه ويلعنون عمر رضي الله عنه كما يفعلوا الرافضة هل نصمت ونسكت حتى نرى أبناءنا يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا أهلا ولا سهلا بالرافضة ولا أهلا ولا سهلا بكل من جاء يعبد غير الله سبحانه وتعالى شيعيا كان أو غير شيعي ونحن نبعث رسالة من هنا إلى جلالة الملك حفظه الله ووفقه الله ونفع الله عز وجل به هذه الأمة نقول يا جلالة الملك نحن مسؤولون منك أمام الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحن قد ناشدنا العديد من المسؤولين دون جدوى ونحن الآن نرسل مناشدتنا إليك ونقول يا جلالة الملك إن هؤلاء خطر على الحكام وخطر على المحكومين وقرأوا تاريخهم فتاريخهم أسود وأياديهم ملطخة بدماء المسلمين وهذه هدية نرسلها إلى جلالة الملك عبر قناة الحقيقة وهم مؤتمنون على إيصالها لجلالة الملك كتبها أحد المشايخ الفضلاء الدكتور أمين البطوش وهو من أبناء المنطقة تبين حقيقة عقيدة القوم فنرجو من قناة الحقيقة وهي مؤتمن على هذا الشيء أن تقوم بإيصال هذه الهدية إلى يد جلالة الملك حفظه الله من كل سوء وصلى الله على محمد نوآله وصحبه شكرا شيخ استمعنا إلى وجهة نظر الشيخ زكي من الناحية الشرعية ولنلتقي مع الأستاذ المحامي محمد القطاوني لنأخذ الرأي القانوني أو الرأي العشائري بما أنك من أبناء هذه المنطقة السلام عليكم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالإخوة قناة الحقيقة الكرام ونشكر لهم هذه الزيارة على هذا المكان الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون مباركا وطيبا في هذا البلد المبارك في البدء أنا أحد أبناء مدينة المزار أحد أبناء بوابة الفتح الإسلامي وستبقى بإذن الله تعالى هذه المدينة وهذه المنطقة بوابة الفتح الإسلامي على مدى التاريخ والفتح الإسلامي هو فتح محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده ليس فتح الرافضة والشيعة ومن يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وأقول وأحذر الجهات الرسمية أقول وأحذر وأكرر تحذير الجهات الرسمية أن مثل هذا العمل هو نار تحت الرمات هو جمر تحت الرمات سيتفجر في أي لحظة وإذا تفجر مثل هذا الأمر بين السنة والشيعة في مدينة المزار ستكون عواقبه وخيمة ولا يمكن تدركها فيما بعد ولن يسمح أبناء المزار على هدوءهم وطولة بالهم بأن يكون هناك مكان يعبد فيه غير الله في مدينة المزار فلذلك الإبقاء على مثل هذا المبنى وللغايات الغيز الشريفة لإقامة ستكون وبالا على الأردن حرصا مننا على الأردن وعلى آمن الأردن وعلى الإصلاح بالأردن وعلى بقاء النظام الأردني آمنا والشعب الأردني آمنا وطبئنا عليهم الحرص كل الحرص على إبعاد هذه الوصبة الطائفية التي ستحضر إلى منطقتنا وشكرا لكم مبارك الله فيه عطوفة محافظة الكرك أحمد العساف اتصالات عديدة ورسائل كثيرة وردتنا من مشايخ ورجال دين ومواطنين في لواء المزار الجنوبي أكدوا من خلالها أنه يتم حاليا بناء حسينية بما معنى إلى الطائفة الشيعية أو البهرة هناك التناقضات في الأقوال منهم من يقول أنه عبارة عن نزل للبهرة والآخر يدعي أنها حسينية أعتقد أنه هناك من قام بمراجعة عطوفتك في المكتب نرجو من عطوفتك التوضيح حول هذا الموضوع سيدي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني يوم أمس تقدموا مجموعة من المواطنين في عريضة تجاه هذا الموضوع ما قبل هذا التاريخ برضو كمان سبق لي أن تشرفت بلقاء مجموعة من أهالي لواء المزار الجنوبي وتم بحث هذا الموضوع على اعتبار أن هناك بناية تقام الآن حسب الأسس الموضوع أو حسب ما يدعي الإخوان اللي تقدموا فيها أنه هذه تعتبر حسينية لدى البحث والتحري والسؤال عن القائمين على هذا المشروع تبين بأن هذا نزل نزل أجنحة فندوقية فقط لا غير ليس حسينية ولا معبد أو مرقد ديني كما هو معروف لدى الجميع بأنه أي منشأة تنشأ لا بد من ترخيصها الترخيص اللي حاصل عندنا هي أجنحة فندوقية نزل لغايات المبيت فقط لا غير الأماكن الدينية تحتاج إلى موافقات من وزارة الأوقاف أو من المجلس الكنائسي إذا كان هناك أي معبد ديني الموضوع متابع مراقب لن يكون هناك إلا شيء الصح وإن كان تحت مضلة القوانين والأنظمة اللي معمول فيها في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا كل ما لدي رقب في قولك عطوفتك إذا مستقبلا تبين أن موضوع البناء والذي هو حاليا قيد الإنشاء تبين أنه حسينية كما ذكروا المشايخ ورجال الدين ما هو دوركم كحاكم إداري في المنطقة؟ يا سيدة هذا تحكم القوانين والأنظمة وهناك وزارة أوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية حتى المسجد بيت الله الذي نصلي فيه فيه له لجنة فيه له ترخيص فيه له موافقة فمن غير الممكن أو هذا أن يكون هناك خارج عن المألوف السماح به أو التصريح بأنه يكون حسينية أو غير حسينية عطفة محافظة الكرك أحمد العساف هناك حالة من التذمر وحالة من الكبت نرجو من عطفتك رسالة تطمينية إلى أبناء المنطقة وإلى رجال الدين الذين قاموا حولها لما هذا الموضوع سيدي تأكد بأنه نحن نعيش في المملكة الوردينية الهاشمية بلد أبو الحسين يعني لن يكون هناك أي تطاول أو أي شيء خارج عن المألوف أو عن العرف أو العادة المتواجدة عندنا في المملكة سيكون هناك القانون هو سيد القانون هو سيد الأحكام في هذا المجال أو غيره لن نرضخ لأي ضغوطات لأي إملاءات من أي طرف إن كان نعيش في بلد تحكم قوانين أنظمة في هناك مؤسسات هي التي تتحكم هذا البلد وليس عنجهيات شكرا الأقرب إلى قلب المواطن الأسرع في نقل الحدث الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر